السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله على بركة الله اليوم جبنا لكم فيديو كيفاش تعلمت من طيب في العراز هذا السؤال دايما ام رايان كيفاش تعلمتي طياب ام رايان وان تعلمتي طياب ام رايان شحل قعدتي باش تعلمتي طياب السؤال دايما يكرره في الكمانتاغ ولا دايما يعيطولي نكوبيلهم قولهم اسمحولي للأسف فان هذا الرقم ديراتو خبز التولادي مشي ديراتو تعالى التعليم يعني الانسان كي نحط لكم رقم النومان والانسان يحترم نفسه شفتي هذك الرقم تعطباخ العرس مشي رقم تعا استشارات للمطبخ ولا تعا معلمة طبخ ولا حتى وتكون معلمة طبخ النومان والانسان يحترم نفسه في اي وقت يعيطو في الليل يعيطو صبح بكري يعيطو المهم ما كي كثرو قلت ندير فيديو خير كيفاش تعلمت طياب في العراز نبدأوا اولا صارت الاستخارة في اي ميدان ولا في اي مجال انساني صارت الاستخارة ايسكوا ذك الحاجة رح تخرج عليا رح تخرج عليا هذا الميدان هذي الخدمة هذي رح ننجح فيها رح ننجح فيها رح تمرضني رح تمرضني رح تقعد عليها بفائدة مالية بصح رح صحتي رح تروح فيها يعني كين عدة اشياء يعني في اي مجال عمل عدة اشياء يدخلو في اللعب عندنا بينسوا كيفاش تعلمت الطياب قدرت عدة دورات تكوينية وللأسف الدورات هذي كانت شوية غالية ما كملتهمش الدورة برك وحدات قام ثلاث ملايين واكم تعرفوا الانسان كيفاش واحد ما يخدمش كيفاش باش تخلصي دورات ثلاث ملايين من المستحيلات يعني حتى وتخدمي والاخر مستحيل باش تخلصي دورتها ثلاث ملايين ويعني تكون لو كان دورة يعني عندها كيفاش قولك عندها لوزن انتحها وعندها قيمتها ما عليش نخلصوها نخدم ونروح نغسول معها تروحي تسربي وتخلصيها بسع تروحي يعني تخلصي دورة فقط باش تدي شهادة تعليقها عن حائط والشهادة هذيك اللي يتمدها لك اللي تسمينه ولا تغني من جوع هذيك الشهادة هذيك شغل فقط شهادة وخلاص ماشي معتمدة من طرف الدولة ماشي معترف بها من طرف الدولة شهادة ورقية وخلاص تعليقها وخلاص نقدر انا نكتبها لكم في الأوضيناتيا ونطابيها ولا نشري شهادة كما ميتباعوا في المكتبات شهادة لو نكتب لكم ألف مبروك وجوزتوا معنا جوزتوا معنا الطبخة أيام بتاع الطبخ ودرتوا دورات كوينية ودرتوا باتاتي باتاتا ونكاشيها ونطيها لكم بسع هذه الشهادة ما عندها حتى معنى قانونيا ولا متقدر تدري بها غوجيس كاميرس متقدرش تكون عندك بها سجل تجاري متقدرش تخلصي بها بينسيغ الخدامين تبدي لهم مش متخلصيش بها متقدرش دير لهم تأمين متقدرش تأمنيهم متقدرش دير لهم هذه هي شهادة ما عندها حتى معنا صافي وش قلت قلت نروح نتعلم من مصادر ثانية من الطبخات الله يبارك اللي عندهم خبرة من زمان بكري أولا رح تشوفت يمت مرتخوية طاطة ناصيرة ربي يحفظها إن شاء الله سقسيتها قلت لها طاطة فوالا كيفش نطيب في العرس يعني طيب مكلتها بنينا ما شاء الله طيب في العرس انت العائلة انتحها العائلة انتحها كامل كانوا يطيبوا عندها ومن بعدا يكيد تعجبني مكلتها بزاف مكلتها بنينا الله يبارك عليها وليت سقسيتها كيفش القازن شحل ديري له وش لازم له وش ما ديري له كيفش نقليه كيفش نمرق الطنجرة كيفش ديري له كيفش المهم كسرت لها رأسها نهار واحد أمينة سقسي ماك المهم يعطيها الصحة وربي يعلم قامها في الجنة وربي يفتح لها أبواب الخير والتيسير تعلمتي عني اللاباز الأولى هذيك وانا كوم عندي القرية صافي عندي خبرة هذي في الحسابات كيفش نقص وش نزيد وش ما نزيد ش هكذا نضاعف ولا نقسم ولا نقص ولا ساعدتني الخدمة نتاعي ولا ساعدتني القرية نتاعي الدراسة نتاعي ساعدتني مع الموهبة اللي نحبها بزاف أنا الطبخ ملي كنت صغيرة كنت نحبه ملي كان فيه عمري خمس سنين بالك كنت نروح معا جدا الله يرحمها نقشر لها البصل ندير معاها الطعام بالمرقى كما كان يقول لي رجل خالتير بيطول فيه عمره إن شاء الله الطعام بالمرقى أول حاجة درتها معا جدا الله يرحمها كان فيه عمري الله أعلم ست سنوات كنت نقلي معاها المرقى تخليني شغل تطابونة هكذا طابونة صغيرة في الأرض وتاطيني هذه الخشبة ملعقة هي خشبية خشبة مجي ملعقة خشبية نحرك لها بيها جاء رجل خالتير وش ركي ديري قتل ندير في الطعام بالمرقى المرقى الحمرة المهم الحمد لله من الصغرين نحب الطياب ومن بعدكم تعرفوا مع الظروف تالحياتي لقوة الحاجة اللي نحبها بزا فنية هي الطبخ توجهت للميدان هذا بالعقل بالعقل الإنسان يتكلع لها ربي سبحانه بالعقل بالعقل من كذا بش عليكم ما كانش عندي باش نبدأ كيفاش بديت أنا ما كانش عندي باش نشري منبا مغرفة قالوا الله باش نشري قازن الإنسان مع الظروف تالحياتي معالي كرام معالي كوش تعدراني معا راكم تعرفوا وش رح بدلت رح تبديت بالغسيلة على الآواني باش يعني كيفاش باش نسترزق باش يكونوا عندي آواني باش نشري المعنات نتوعية باش نشري راكم تعرفوا الماعن غاليين بلزاسية غاليين كل حاجة غالية رحت أولا نغسلت الماعن بديت نغسل الماعن وراكم تعرفوا شغل واحد شغل موالف كنت نخدم في بيرو كان عندي مستوى ولاخر شو كان جاتني حشما نارلون ما كذبش عليكم ما جيت ندخل لذيك الساحة ما جيت ندخل شغل شغل البست هذه الجبه شغل في راسيانايا اللي تقصل معا نجب تلبس جبه هكذا باش نطركم رح تشير الجبه سبيسيال باش نغسل معا بس كما كانش عندي كانوا الجبه بتاعي تعدر شوية ذيقين وانا احبيت حاجة فضفاضة شوية قطر جلدك لانخارجين رح تشير الجبه بالعاني اللي عرس هذك باش نغسل بيها الماعن بديت كنت انسانت بولي ديراين بنتي سخفلها بمريم يعني بنتي اللولة مريم كنت انسات مريم كي بديت يعني الميدان هذا عراهم بديت نغسل في الماعن علاش باش نشري القازن اللول قلت ما نتكلع لحتى واحد يعني كاين من ينسلف ما نكذبش عليكم بسه حبيت نبدأ انا عصامية انا انسان عصامية منحب كل حاجة نديرها بيدي حبيت نبدأ انا بنفسي وروح تغسل في الماعن ويا يما ذيك الحشم اللي 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 عمد راس والله كينا تفكر ما غضيها هكذا محبتها راسي ونغسل فيها اللي جيتها تقول لي مش انتي يا سيهام انا تقول ليش تيش تيش تشفق علي وانا اكذاك شغل زيت حشمتني كثر وانبعد بلاقل بلاقل شغل اللي تنظم وولي تنرح للطوابل اعطوني الماعن اطوني اعطوني يزربوا باش نكمل باش ميرحش علي الحال باش نكمل باش اللي راه ميطيبوا وانا طلهم معنهم استادغ لها ذاك الحاجة اللي الحشمات ذاك راح تلي طيبت واش يقولوا غسلت الماعن سربيت كنت دايما شغل كين نس لي يحقرك كين بزاف نس لي يحقرك الله ولمستاعد شغل تروح يتغسل الماعن يعطونك زوج دوره ولا تروح يتغسل الماعن تجيب لك الماعن تح القديم وجدد تجيب لك تعلابيبي وتأكدك لما غسلتهم شمال عملية فات جيبهم لك بغبرتهم بالاخر تغسليهم اقول الانسان لازم يعرف حقه ولازم يعرف واجبه ما تروح يتغسل الماعن انا كنت نحشم ما كنتش نعرف ما كنتش شغل اول مرة وكم تعرفوا ما كانوش كينين اللي يغسل الماعن ما كانوش كينين اللي يسربوا شغل كنا بدينا كنا هذا الميدان كان شغل صعيب كان وغير صحاب الدار تعاونوا في مبيناتهم اه تعال الجارة تعاون جارتها اه الخط تعاون خطها ما كناش دخل نحنا اللي نغسل اواني ولي نطيبو اللي يسربوا كان الميدان هذا مازال جديد صافت دخليه بالحشمة ما لا علينا المهم كي دخلت اه دخلت نغسل دخلت نسربي وحده تحقرني وحده تمدلي شوية من عندها اللي كتر خيرهم المهم كانوا اللي يحقروا كتر باسكوا عليك ان كما قلت لكم ميدان جديد وتحرف عليك تديك تغسلي الماعن تولي تصخني لها في المسمن تولي تطيبينها في القهوة تولي تطيبينها في لاتاي تولي تسربي معاها في العشاء وهي المال هي جابتك على اساس غسلتها الماعن ولو كان تزيد لي في الخلاص ما عليش انا كي نعود نرجع نعود نرجع يعني بالتفكير بتاعي وشو نقول حسبنا الله ونعمل واكيل سي بوخصة ذلك انا كي نجيب البنات يخدموا نمدلهم حقهم وفوقهم بزيادة ونقول لهم مع الاخر الى سمحوا لي لعيد تعليق وملاكم تعرفوا لابخي سيون تعال خدمة وبالك شغل انا نخاف المكلة ما تكونش سخونة نخاف المكلة التحرق نخاف الاخر في هذا الضغط هذا نبدأ نعيط طيب لم تجي بيخبر كي يتخلص الخدمة نقول لهم اسمحوا لي الله غالب سعلا ما تلاحقونش باش نعيط عليكم سورته لو كانت وحده مع التليفون والخدمة راه يتمشي لو كانت وحده مثلا تقصر والخدمة راه يتمشي لو كانت وحده تخدم خدمتها وتبكلي وانا منحبش الخدمة هذيك المهم قلت لكم بالعقل بالعقل نقص المعنى ونسر بشريط قازن الول القازن الثاني الطابونة اللولة الطابونة الثانية ما كنتش نعرف النوعية تع الطابونة شريط طابونة صغر هذيك مدورين تعددار شرونتو ما طابونة الكاري بالعقل بالعقل اللي تناعرف لازم نشري حاجة بروفيسيونال شريط طابونة هذوك الكاري باش يعونوني بيانسي وراني شوف الوقت حي خلاصت على الفيديو ونراني غر يعني مديتلكم غر كثرة غر الخرطي سمحوا لي هاني فرغ في قلبي يا أخوتي المهم هذي هي شريط طابونة صغر ما كنتش نعرف لكم دورين تعددار تمشرو الكاري يكبر بروفيسيونال هم يديرو نشريانا من حاميز لمدار البيضة رام يديرو ذركة ربعمية وخمسين ألف للطابونة ذوك نعود لكم فيديو بواني يحبس لكم فيديو عود فيديو باش نكمل بواني حاجة الأساسيات انتع لتع الخدمة انتعنا البدايات انتاوحها اللي وعرا صدر سيوتولة ما كانش عندك مصدر مالي مكاش عندك نين جيبي باش تشري فاله هذي يلي وعرا ما تكوني شاطرة ولا تكلي على ربي سبحانه تكوني شاطرة تكوني عندك العزيمة والإرادة بفضل الله سبحانه وتعالى تشري تبدأي تكلي على ربي الحاجة الأولى الحاجة الثانية وزيري على روحك هكي شريتي اليوم مقازن غدوان شري طابونة غير غدوان شري ماشي لكن انا نقول غدوان شري سافي المرة الجاية على شهر بإذن الله انت واشترتك وثاني ما كتي بتعرف بيه سبحانه بتسهيلة انت عرف بيه سبحانه كل وقت اللي جاء الخريم فهذه هي المهم بدينها بقازان بعد قازان ثاني بعد طنجرة ثانية بعد طابونة طابونة ثانية طابونة هذوك نشي لهم تويو منعش تويو بلي تويو تاع القاز لازم كنت نشي هذوك اللي بعضا العاديين منعش بلي تويو فيها انواع ما كنتش نعرف بلي في كل حاجة كين انواع شي تانا تويو تاع القاز عادي هذوك الابيض هذوك بسعهم بعد كي بديت نعرف شغل كنت نروح هذي يعني نقطة اساسية طابونة نديرها نايزوك طابونة دوغي شولي هذوك طابونة كاري هذوك الكبر نجمحهم في تويو واحد تويو من دلهم انتي هذوك لوتي هذوك تاع القاز هذوك يتجمعين بناتهم باش ديرهم في قراءة عقاز وحدة ما شنو تويوات تاع القاز كنت ما نعرفش نشري تويوات هذوك البيوضة فخاجيل من بعد مع الوقت مع الخبرة مع الممارسة كنا نروحو تكون الضيق ستولى كنا نخدمنا في الباتيمو تكون الضيق المكشون تحطي طابونة شغل دخلي هذوك في هذوك تويوات تقاسوا وتلحقهم النار وهم يكونوا في خاجل تقضي تسبيه في كارثة اسراتنا يعني ما نكذبوش البدايات تكون وعرة وما تكونش تعار فيه ترتق لي تويو تاع القاز ترتق لي وغزمو كنا قدامه خطرة تحرق لي مزيالي فقط له يعني هذا كامل بربي بدعاوي الخير وربي سبحانه يسترنا هذك تويو تاع القاز اللي قولنا اللي فخاجيل هذك البيض هذك وشو اللي تندير نسقسي نسقسي مع الوقت وليت نشري تويو هذك الخشين كاين تويو جي دوبلي صبيف البلو وصبيف الغوج لونه كاين أحمر وكاين أزرق عندي منهم زوج ألوان يعني هذك يجي الداخل يجي نواغ والفوق يجي زرق ولا يجي حمر هذك تويو خشين يعني ما تخافيش أبغلا بينسق ورحتي قطعته انتية ورحتي درتي قباله زرق تموه في النار هذك هي المهم طابونة يكون طابونة ملاح بينسق النار تحوم تكون تشعر المليح تويوات تاع القاز يكونوا نوعية مليحة المغارف تاع اللوح الكبار هذك ضروريين المغارف يكون فيهم حوالي مترا مغارف تاع مترا هذوك يعني طول التحم يكون قل من نكنتية مش هذك كان المغارف اللي طوال هذوك يعيوك ويتكسره ثاني وكان المغارف هذوك اللي جايين يعني متوسطين تاع مترا مغارف تاع الخشبة ملاعق خاشبية هذوك من الضروريات جيبي من المستحسن جيبي زوج ملاعق خاشبية انتاع مترا واحد لانتوم واحد للشربة وهذك القصيرة هذك تاع خمسين سنتيمتر ولا خليها للبورك خليها يعني كشفاق ساك ذا طيبي بها المهم عندنا ثلاث ملاعق خاشبية زوج واحد انتع المثوم ولا تعلو بلات خانسيبال والدوزين للشربة تخوزين مقلنا للبورك ولا الكشفاقس المهم متاع الشربة متخلطيهاش مع انتع المثوم يعني لغسلتيها نرمال بس عكي تكون الطيبة تروح احشي الشربة ولا المرقة حمراء تروح يقبال المثوم لا لما يعني تكون الطيبة تكون مكلتك بنينا بس عكي تخلطينك هاته رح تخسريها كامل اختي العزيزة المهم قولنا يكونوا عندك المغارفة من الضروريات القزانة ثلاثة قزانة يعني ومينموم ثلاثة يكونوا عندك زوج انتع خمسين خمسين ريتلا زوج انتع خمسين ريتلا واحد فيهم بالكسكاس انتاعوا بش يكون عندكم الطعام طعام بالمرقايته ولا ليبودان تفور فقهم ليبودان تعتاجين الرخام بينسيغ تكون عندكم صوتي ولا تفورو حبيته تفورو الروز تفورو الخذر هذك الكسكاس لازم دايما ثاني الكسكاس من الضروريات الكسكاس رح تبينسيغوا لما كاش عندك طعام تستعملي الكسكاس للسلاطة رح تقطري فيها السلاطة تقطري فيها الخذر نغسله فيها الارز كان بزا فيها عدة استعمالات للكسكوسي ولا للكسكاس انتاعنا هذه هي قولنا زوج قازانات انتع خمسين ريتلا واحد فيهم بالكسكاس انتاعوا وقازان انتع خمسة واربعين ريتلا يعني هذك قازان انتع خمسة واربعين ريتلا هنديرو فيه شربة انتع ميتين شخص تحت ثمية تعمية خمسين ريتلا هنديرو فيه شربة انتع ثمية شخص وحبيت يديري قدرة صغيرة قدرة صغيرة هذك تعمية ولا قازن تعمية للشخص ندير فيه تعمية للشخص هي شو القدرة جيك قازنك فيها ربعين ريتلا كي انت عربعين كنت خمسة وثلاثين في زوج يرفدون مياسة في هذه الخمسة تقدر تزيدها تقدر تنقصها نحن دايما الشربة نديرو لأصحاب العراس نديرو لهم بزيادة بسكوا يجوا ذراري يجوا متعفيش يعني سرتو الشربة نحن ذراري نحطنهم الشربة يأكلوا يشبعوا الحمد لله ماشوا يا سلطة أكيد المهمة عندنا قلنا القازن تعمية قازن قازن ت canncher تعمية اللي هو ربعين نقول لكم انه بالمقاييس قازن تاع ربعين ريتلا قازن انتهة امتعة خمسة وربعين وزوج قازنة انتهة امتعة خمسين ريتلا هذو هما القازننة لي ضروريين absolutely وزوج تناجر قبار انتهة ٥ هذوي يتستعمل ليها تعفل ثمية تستعملين الوحدة اللافخص وحدة تعفل ثمية المهم تستعمليهم بزاف التناجر ما تدميش عليهم انتي بديت شري بالحاجة سيدة تشري بالوحدة وحدة كريها يلا ما عندك شقعت فش الديماري بديت تكري في الماعن روحي عند ليكروا الماعن شوفي كيراء اواني الاعرس اكري عليهم طابونا اكري عليهم قازان بالاقل بالاقل يعني بسم الله ربي بارك لك سرتوك تكون تخافي ربي ولو وقف على امانة الناس اكيد ربي سبحان وحي يبارك لك وراح تطلعي وراح تنشحي وتربحي ان شاء الله يا ربي قلنا قازان انتع مياه قازان انتع 40 ريتلا قازان انتع 45 ريتلا وزوج قازان انتع 50 50 واحد فيهم بالكسكس انتعو هذه هي هنا انا ننطيب وراكم تشوفون انا ننطيب ونهدر طابونة مينيموم مينيموم اقل تقدير يكون عندك ربعة طابونة كل عجز تخرجي فيه اقل تقدير يكون عندك ربعة طابونة هذه ربعة طابونة يكون ملاسقين في ليتي اصحاب العرس وما يجب لك قرأة الغاز يكون عندك 4 طبونت اصحاب العرس يجب لك زوج قرأة الغاز كل زوج طبونت يكبو في قرأة الغاز بيسير بلوتي هذك زوج قرأة الغاز عندك 4 طبونت انت يتدي معك لغيشو تدي كتغيشو الجفون نازم يكون عندك ومينموم زوج جفنة من الكبار جفنة 60 سنتيمتر شفاي كتب يمليح سيدتي الجفنة ولا اليغوندو ولا القصعة متاع 60 سنتيمتر ما تشيريش جفنة صغيرة ما عندها ما تدرلك في العرس نسحقوه هنا الحاجة الكبيرة الطعام باش تفتحيه يجي مزربع ما يجيش مع الجن وتخدمي يعني آللز تخدمي كمية كبيرة ما تبقاش تخدمي بالحفينة بالفتيتة تخدمي يعني آللز باش العرس يجوز لك خفيف ما تخدميش غرب كمية صغيرة 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 تعيي مع التفوار أخدمي كمية مليحة بينسي ومشي كبيرة ثاني بس كلك تكوني كمية كبيرة بززف نيتعجلك الطعام عندك تعس القطر انتحها الجفنة القطر انتحها ولديامتخ انتحها ستين سنتيمتر هذي هي الجفنة اللي نخدم بها انا اشيري ربعة تشفون إلا مقدر فيش اشيري يزود الجفنة وبالعقل بالعقل اشيري عندك ثاني لابينسيت لابينسيت ضرورية زوج غرارف تع شربة وتع مرقة وتع المرقة وحده تع شربة وحده لغراف لالوش لالوش تع المرقة الزوج وحد قلنا للشربة وحد للمرقة وعندك لالوش صغير عليهم شوية المتوام ولا الطاجين الرخام ولا المتوام الثاني هذو ما الضروريات الروبوات لازم يكون عندك روبو ما بروفيسيونال سينو اشري هذوك العاديين انا اشريت بروفيسيونال فنالمن ماولوش يجو حاجة مليح هذو كان يشري هذو كتاع مية وخمسين تاع ميتين كل مرة كون مراش حال نصيب الصومة هذو كتاع ميتين االف تاع ميتين وخمسين كل مرة شحال نصيبه الصومة هذو كراني نشري بالصحه نضي معايا زوج يحبس لي واحد يسخن شوية نكمل الديماري بالاخر هذي هي عندك وش قلنا الابادية أهم بيدون تعينوكس انها كانوا عندي وأدروهم لذا كانوا بالبيدون تع ذك بلاستيكي يعني هدك مش يغي ذائي الله ومستعن بيدون تعينوكس علش بيش ترفدي باش تمرقي بسك إحنا نديرو قازن لديه في الميسخن بينسعك تكون يتقلي في الشربة لازم تجو عندك الميسخن اكوتي تدري بينسع ذك الميسخن يغلي مش يسخن يغلي بينسعه بالبيدون تع اليونكس ولازم تستحفظي على الأدوات سورة الخدامة اللي معاك لازم يستحفظه يعني باش تدير المعن مشي حاجة سهلة ولا غير فيهم يعني خسارة كبيرة الله المستعان على كل حال نتفكر معاكم هذا الفيديو درتو هكذا على غفلاك يعيطت لي وحدة نتفكر معاكم مش من الضرورية قلنا استغفر الله العظيم طابلية بلا منادر عليها حاجة بين الطابلية نعمة مو سيدتي طابلية من الضرورية يكونوا عندك ثلاثة طابليات ولا أربعة كيوالو بس وقت تلحقي عيانة عثناش تعليز لحقي دفوات ما تقدش تغسلي حويجك دفوة الطابلية وحويجة الخدمة يكونوا عندك ثلاثة تبديلات هكي أنا كي يكونوا في الخدمة ندي تبديلة زيادة خطرات جيت نفل بدون تعزيت دفوات تحو في بدون تعزيت يذكر لي تلاشا وحده بدون هذاك مشي محكم هني شاف يعني في الحراج أنا الفك اللي بدون تعزيت ويدو قاعدت في يدي يد البوانين تقاعد في يدي والبيدون تطح في الأرض كي تحت تفتح تفتح تطار عليا كامل بالطابلية بحويجة الصابولي تنزلها كامل وغزمه تبديلات كنت معي سيغتو أنا يقولون طييم نحجب لي مونة العرس اللبسة وتبهدي لراح نعرس لراح نزيد نشقي مونة العرس المهم كانت عندي تبديلات تديت الطابلية عاو تبدلت حويجة ولبس طابلية تعي وبين بين صالة الناس الطابلية من الضروريات لبسة بينسيو تعكيد الصباح كيت تكوني تغنجيقة هذيك تحت حرحيرة هذيك والعشيات كي جيتسر بي تكون لبساتا عك نقيقية بينسيو الصباح بينسيو هاكي قصي روحك بالمرقة هاكي قصي روحك بالشربة هاكي قصي روحك بتاع الخضرة ولا كشغرقة ولا كيتعرفي العشيات تبدلي هذي التبديلة دايما تكون معاك المواس دايما من المستحسن كل سمانة تبدلي الموس علاش اختي باسكي الموس في الحشي الشربة ولا يعاونك بزاف كي يكون جديد المواس والي زي بليشة ولا لكونام كل واحد شعيط لهم المقشيرات هذيك اللي تقشر البطاطر يتقشر الخضرة اللي تقشر الخضرة من الأولويات ومن الضروريات للزرودية للخيار عندك الحويج بزاف باش تقشري بيهم الخضرة بيانسيو هذيك المقشيرات على الخضر ولا لكونام ولا لبليشة كل واحد كل واحد وش يعيط له هذي هي ان شاء الله ما يكون سيت حتى حاجة المهم المقالي تقل بورك تكون عندك مينموم مقلة وحدة تقل بورك مقلة وسيدتي تقل بورك وبالصح لشبايك انتوحة ولا لقغي انتوحة يكون عندك ربعة لقغي كأقل تقدير ربعة شبايك باسكو علاش كيفاش نديرو احنايا هني وريت لكم في فيديوهات سابقة تعمري كامل شبايك انتوحة بالبورك عندك ربعة شبايك كل شبايك ينفد ميت عشرين حبا عشرين حبا احنا نعمره ثمانين حبا وبعد كيتب تقلي المقلة اللي ولاك يقليتي هدرت الشبايك فيها يبقى وثلاثة يستنى وبعد انفوات نحية تجب دين مقلات نحية شبايك تفرغي هكذا ودا وليك ما تحبسيش كامل ما تحرقي الدك ما تحرقي البورك ما يشرب لك البورك الزيت وبينسي كما قلنا الكسكاس في هذه المرحلة ثاني ضروري الكسكاس الكسكاس راح تديري فيه الاسويتو وتقطري فيه البورك يعني كين اشياء ضرورية عندنا اشياء صغيرة من الضروريات عندنا الصفايا من الضروريات تصفي فيها واشي يقول الاسوص فينيغرات اللون بوت ثاني من الضروريات هذي حوية جذل تكوني منظمة تكوني منظمة ويساعدك بزف الخدمة نتاعك وحده قصتني على الكوكوطة الكوكوطة ماشي ضرورية كوكوطة يعني تعاونك في بعض الاحيان كي تكون الحميصة صاحب العرس يغلطو يقولوا لك الحميصة يخافوا باش زعمك يروح اليوم الحال وينسوا الحميصة يشمخو هالي يومين الافونس قالوا الحميصة كي تتشمخ كثير من حقات نتيجة عكسية ولا مفعول عكسي الحميصة عندها في الصيف مين تتشمخ في الصيف 11 ساعة 12 ساعة ماكسيموم في 14 ساعة 15 ساعة يعني الشيء واذا زاد عن حده ينقلب الى ضده تتقرسلهم غير مستحبة رائحة غير مستحبة ينسوا عندك 12 ساعة في الصيف 15 ساعة في الشتاء كل وقت وقت كما الاكل يقولوا لي بعض مثلا يحبوا الصوت يقولوا لي عندي عرس في جنو ولا في ديسمبر ماذا بك تدري لي صوت لا انا نقول لأختي انا الصوت نعرف لابسا ما ندير لك في جنو في ديسمبر تقول لي يا أخي أنا يمون تلعس نحن نخلص كل أختي ما شف لي طيب لك باسكو أنا باش نحط لك حاجة باسكو على بالي الصوت يشد بزا في اليد لبي صوت شوية روز شوية مالكة تكون عندك لفة شاطرين يبسا تشد بزا اليد دير شوية لحم روز شوية لبي شوية بطاطا وما بتسقي كامل نزاسيات لحضر تبع فيهم يكونوا بردو كأن حواجة يندارو في الصيف وفي الشتاء كما الحميصة الحميصة تحت تشمخ في الصيف مشي هو نفسو تشمخ في الشتاء الحم راكم تشوفوا الحم يعجنو فيه الحم كتاع أجنيح في الصيف الحم هذا جاج باش يديرو الغولة الحم لا يوجد الحم وفي الزيون كتاعجنة في الصيف مشي نفسو كتاعجنة في الصيف يكون الجوحر الدهون اللي يكون في اللحم يذوب غابد ويدك تكون سخونة تذوب لك لأن المواد غابد في الصيف تكون كل حاجة جمدة لازم تعجني بزف الصيف لا لا لازم تعجني بزف تعجني بزف تولي في نتيجة عكسية نشاء الله ما يكون سيتوالو اللي هنا يراهم يديرو في الغول اللي بنت يعطيكم الصحة اللي هنا يا خليد وأنسا بعفتم هنا العرس خدموه لي سيتوش من العرس بعثوه لي المهم ما خدمنا عدة عرس والحم لله والله الزبائن توعي رام شغل رام راضين والحم لله ربي سبحانه رضا علينا والزبائن رضاهم علينا الحمد لله من الأساسية تهدرنا على ربي سبحانه من الأساسية انت على الخدمة تقفي على أمان للناس وتحارب نفسك بسكو والله كفش يقول حاجة صعبة بزت باش تكون في وسط الخير هذا ونفسك تغويك يعني الإنسان ما يكون يقول لك نفسك تغويك لنفس الأمارة بالسوء غير كاس ولا أي حاجة تحسبو عليها نحسبو وروحنا وهذه الحاجة لخلت بعض الناس يكرهوني فاس كون تدي معاي الخدامين وبعد كين ولي لا 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 الحمد لله كما يقول لك إن شاء الله ما ندخلوش في السحط السحط اللي هو دراهم الحرام ولا أكل يعني مشي شرط دراهم تديهم حرام حتى القضية نتاع الناس كي تدي بالاسمه أحرام حتى ذو كيتحش مي السيدة مونة العرس أنا هدر معكم مش نهدر مع أصحاب الآرس ذوك أنا هدر مع المبتديئات اللي حيتعلموا أنت يا ذوك حتى الدخلي العرس لدر الناس تقول لك مثلا شفت بعض الطباخات اللي يهدينا ويهديهم على كل حال تنحي مكلتها ألا تقول لك مكلتي خطيرك مراكش مغرينتي لطيبتي ومغرينتي وانتي وانتي بس أنت مراكش محسوبة يعني هذك أبغلة مولة العرس قاتلك جوزي تأكلي مراكش محسوبة والله الآرس هذه نحكي لكم في بدايتي كنت مقبل كنت في بدايتي كنت ما نعرف هكذا أنا علش أنا هني وري لكم ما نعرف شاء الله غالب عندها هذي حكاية واحد تسع سنين هكذا ورحت للاسال أول مرة خدمت في للاسال العرس اللول خدمته في الدار يعني شاف خدمته في دار هنا فلافيل العرس دازين خدمته في للاسال في الجي مولة العرس كيف بدأ العرس بدينا نسرب و الأخر بدأت الماكلة تخلاص يلحط الحق السبعة ولا تبدأت مقص الماكلة أنا وش درت جبت بواطة بسكوكي ما شيتهم يديروا ما كنت نعرف جبت بواطة نحيت الماكلة ونت عليكين معايا درتها أخوتي جيت مولة العرس خلاص الماكلة وحطيت ها يعني حطيتها في فلاص بينا أنا شغل مولة العرس قلت لي قلت يا بنتي خلاص الماكلة قلت الحجة خلاص الماكلة أخوتي وليت لت المرقة أو الحميصة أخوتي قلت يا بنتي قلت هنا أصحب الدرجة أخوتي سبحان الله حقنا هيا أخوتي حقنا اخوتي المراقصة أخوتي لم يكن أخوتي من حقي ثم قلت لم تكن أخوتي لقد أخوتي أخوتي دائما يستطيع أخوتي من وماذا أخوتي أخوتي مولة العرس أخوتي لما أخوتي 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 أخوتي